السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح من علامات الترقيم طبعا هي قاعدات الكتابة طبعا في البداية لدينا هنا من علامات الترقيم أي سنذكر في هذا الدرس بعض علامات الترقيم سنتحدث اليوم عن النقطة وستنحدث أيضا عن النقطتان الرأسيتان وعن علامات الاستفهام في البداية يا سادس طبعا قمت سابقا بشرح علامات الترقيم بالتفصيل في البداية النقطة وهي بهذا الشكل ولدينا أيضا النقطتان الرأسيتان طبعا تكون بهذا الشكل كما هو أمامكم وعلامة الاستفهام هذا هو شكلها طبعا في البداية يا سادس بالنسبة للنقطة هي توضع في نهاية الجملة تامة المعنى إذن دائما اتفقنا عن النقطة هي تأتي دائما بنهاية الجملة لتدل على وقف تام مع تمام المعنى واكتماله إذن هي توضع في نهاية الجملة التامة المعنى أما بالنسبة للنقطتان الرأسيتان كنا نقول دائما أنهما تستعملان للتوضيح وأن نضعهم بعد القول طبعا يا سادس بعد أفعال القول أي بعد قال أو أي فعل يأتي بمعنى قال طبعا وبعد التعداد أو كما نقول أحيانا التفصيل أما بالنسبة لعلامة الاستفهام وهي توضع بعد السؤال إذن بالنسبة لعلامة الاستفهام توضع بعد السؤال عن شيء ما طبعا سأشرح ذلك بالتفصيل أو سأوضح لكم ذلك يا سادس من خلال الجمل لدينا بالنسبة للجملة الأولى وهي القراءة فوائدها عظيمة نلاحظ هنا في هذه الجملة وضعنا علامة الترقيم في نهاية الجملة وهي النقطة إذن نلاحظ هنا أننا قمنا بوضع علامة الترقيم النقطة في نهاية الجملة لماذا؟ لأن عندما نقول القراءة فوائدها عظيمة إذن هنا انتهت الجملة إذن هنا تدل أنا وضعت النقطة لأن الجملة انتهت خلص أنا هون يا سادس أنهيت كلامي إذن هنا نهاية الجملة تدل هون على خلص تمام المعنى واكتماله القراءة فبائدها عظيمة إذن هنا يا سادس انتهت الجملة انتهت هذه الجملة هي تامت المعنى ومكتملة أنهيت كلامي فقمنا بوضع النقطة وكذلك عندما أقول الإسلام يدعو إلى إكرام الضيف إذن أنا وضعت فيني نهاية هذه الجملة النقطة فأنا هنا قمت بإنهاء كلامي إذن هنا أنا أنهيت كلامي هذه الجملة تامة ومكتملة المعنى الإسلام يدعو إلى إكرام الضيف إذن هذا الكلام كلامي انتهى هذه الجملة تامة مكتملة المعنى فقمنا بوضع النقطة إذن النقطة هي توضع دائما كما اتفقنا يا سادس في نهاية الجملة تامت المعنى طبعا ننتقل إلى النقطتان الرأسيتان اتفقنا أن النقطتان الرأسيتان نقوم بوضعهما بعد القول إذن بعد أفعال القول طبعا بعد قال أو بعد ما يحمل معنا القول لدينا هنا قال علي بن أبي طالب الدهر يوما يوم لك ويوم عليك نلاحظ هنا يا سادس أننا بعد قلنا هنا قال علي بن أبي طالب ووضعنا نقطتان رأسيتان إذن بعد القول نقوم بوضع النقطتان الرأسيتان ممكن نقول قال المعلم فنقوم بوضع نقطتان رأسيتان طبعا يا سادس أي يعني بعد القول بعد أفعال القول ليس فقط قال أي شيء بيحمل معنا القول عندما نقول مثلا أجاب الطائر نضع مثلا نقطتان رأسيتان القاضي هير يسكن قرب الساحل إذن هنا وضعنا أجاب الطائر وضعنا نقطتان رأسيتان ممكن أن نقول مثلا يا سادس رد الأرنب نقوم بوضع نقطتان رأسيتان إذن دائما بعد القول أفعال القول قال أجاب رد أي بمعنى ما يتضمن أو يحمل معنى القول نقوم بوضع النقطتان الرأسيتان وأيضا نضع النقطتان الرأسيتان كما اتفقنا هنا في البداية بعد التعداد أو التفصيل بعد التعداد أو التفصيل ماذا نقصد بالتعداد أو التفصيل يا سادس نلاحظ هنا نقول فصول السنة أربعة إذن هنا نقول يا سادس فصول السنة أربعة نلاحظ هنا أريد أنا أن أعدد أو أفصل أنها الصيف الخريف والشتاء والربيع إذن قمنا هنا قلنا فصول السنة أربعة قسمناها إلى أربعة ثم قمنا بتفصيلها إذن فصول السنة أربعة هنا أريد أن أفصل أريد هنا أن أعدد فوضعنا عند التعداد أو التفصيل نضع النقطتان الرأسية فصول السنة أربعة نقطتان رأسية أبدأ أعدد أو أبدأ أفصل عندما نقول مثلا هنا يا سادس الدهر يوما قسمنا الدهر إلى يومين ومن ثم بدأنا بالتفصيل يوم لك ويوم عليك نلاحظ هنا يا سادس نقول الدهر يوما وضعنا نقطتان رأسية لأنه أريد هنا أن أعدد أنه يوم لك ويوم عليك أو أريد هنا أن أفصل إذن النقطتان رأسية نضعهما بعد القول وبعد التعداد أو التفصيل بقيا لدينا هي سادس وهي علامة الاستفهام توضع بعد السؤال عن شيء ما عندما أقول كم عدد طلاب صفك هنا أنا أسأل عن شيء ما فوضعنا هنا علامة الاستفهام عندما أقول أين الكتاب فأنا هنا أسأل عن شيء ما فنقوم هنا بوضع علامة الاستفهام إذن بالنسبة للنقطة نضحها عند نهاية الجملة أو عند تمام المعنى الجملة تمت المعنى والمكتملة أنا أنهيت كلامي انتهيت من كلامي أما بالنسبة للنقطتان الرأسيتان بعد القول يعني بعد قال وأفعال القول الأخرى التي تتضمن معنى القول وباقي عند التعداد أو التفصيل أريد أن أعدد أو أفصل طبعا أما بالنسبة لعلامة الاستفهام توضع عند بعض السؤال عن شيء ما إذن هنا الدهر يوما أريد هنا أن أعدد أو أريد أن أفصل طبعا لاحظوا يوم لك ويوم عليك وضعنا هنا يوم لك فاصلة ويوم عليك هنا بين أقسام الشيء وأنواعه شرحنا سابقا نقوم بوضع الفاصلة أيضا هنا الصيف والخريف والشتاء والربيع بين أقسام الشيء أو بين أنواع الشيء نضع الفاصلة طبعا يا سادس الآن سأنتقل إلى حل تدريبات الكتاب لدينا هنا ضع طبعا صفحة 61 لدينا ضع علامة الترقيم المناسبة في الفراغ قال الشاعر لدينا فراغ لا خير في ودي مرئ متلون إذا الريح مالت ما لحيث تميله طبعا ما علامة الترقيم المناسبة مكان الفراغ قال الشاعر لاحظوا هون بعد القول أو بعد أفعال القول نضع النقطتان الرأسيتان إذن نقوم هنا بوضع ألف نقطتان رأسيتان ننتقل للجملة التي تليها وهي بالحوار الهادفي نصل إلى غايتنا لدينا هنا فراغ ما علامة الترقيم المناسبة يا سادس هنا أنا أنهيت كلامي الجملة تامت مكتملة المعنى خلصت كلامي إذن نقوم بوضع ماذا النقطة نقوم بوضع النقطة ننتقل للجملة التي تليها وهي هل أنت متفائل هل أنت متفائل في حياتك نلاحظ هنا أنا أسأل عن شيء ما هل أنت متفائل في حياتك إذن هنا نضع علامة الاستفهام نقوم بوضع علامة الاستفهام ننتقل للجملة التي تليها وهي المرء بأصغري لدينا فراغ قلبه ولسانه ماذا نختار هنا؟ نختار هنا النقطتان الرأسيتان لماذا؟ لأننا هنا نقوم أن نريد هنا أن نعدد أو نفصل المرء بأصغري نريد أن نعدد أو نفصل قلبه ولسانه إذن وضعنا نقطتان رأسيتان علامة الترقيم المناسبة هنا النقطتان الرأسيتان ننتقل للسؤال الثاني ننتقل للسؤال الثانية ثادث وهو وضف علامات الترقيم التي درستها في جمل من إنشائك الجمل علامات الترقيم تحدثنا عنها في هذا الدرس النقطة والنقطتان رأسيتان وعلامات الاستفهام نضع يمكن أن الطالب هنا يضحها في جمل من إنشائك ممكن يضع جمل تختلف عن الجمل أنا وضعتها أنا وضعت لكم هنا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف هنا أريد أن أعدد أو أريد أن أفصل فماذا قلت أقسام الكلام ثلاثة وضعت نقطتان رأسية لأنه أريد أن أعدد أو أفصل ولاحظوا اسم وفعل وحرف بين اسم وفعل وحرف وضعنا الفاصلة لأنه هون بتكون بين أقسام الشيء وأنواعه طبعا ما هوايتك المفضلة هنا أنا أسأل عن شيء ما فوضعت علامة الاستفهام هنا طار العصفور فوق الشجرة وضعت النقطة لأنه هاي جملة تم المعنى تم الكلام انتهت الجملة فوضعت النقطة ممكن الطالب يضع جملة مختلفة عن الجملة اللي أنا قمت بوضعها ننتقل للسؤال الثالث أجب عما يأتي إجابة تامة ثم اكتب علامة الترقيم المناسبة في أثناء إجابتك مطلوب مننا هنا أن نقوم بالإجابة عما يأتي إجابة تامة ونكتب علامة الترقيم في أثناء الإجابة يقسم الفعل الصحيح ثلاثة أقسام نعددها طبعا إحنا أخذنا يا ثالث إنه الفعل الصحيح إلو ثلاثة أقسام عددوها شو بنكتب؟ إنه بنكتب الفعل الصحيح ثلاثة أقسام شو بنحط طبعا بحكينا هنا نحط علامات الترقيم المناسبة حط نقطتان رأسيتان بنكتب السالم فاصلة والمهموس فاصلة والمضاعف انتبهوا هون لأنه طبعا نقطة خلصت كلامي انتبهوا هون الفعل الصحيح ثلاثة أقسام شو حطينا نقطتان رأسيتان لاحظوا هون إني أنا بدي أفصل بدي أعدد فقمنا بوضع النقطتان الرأسيتان طبعا لاحظوا كمان السالم والمهموس وضعنا بينهم فاصلة لأنه اتفقنا الفاصلة من وضع الفاصلة هي بين أقسام شيء وأنواعه ودرسنا في الفصل الأول أن الفاصلة هي تأتي بين الجمل المترابطة في المعنى مثلا استيقظ محمد صباحا فاصلة مثلا وتناول فطوره فاصلة ثم خرج إلى المدرسة هون لثاتني بحكي بنفس الموضوع بين جمل المترابطة في المعنى واتفقنا نضعها تذكير سريع يعني بعد المنادة مثلا عندما أقول يا محمد بنحط فاصلة يا أحمد بنحط فاصلة طبعا يا علي بنحط فاصلة وأيضا هي تضع بين أقسام الشيء وأنواعه يعني لاحظوا هون عندي السالم والمهموذ والمضعف بين هاي الأقسام والأنواع بنحط فاصلة وأيضا عندما كنا هنا نتحدث بين الأقسام نتبهوا الصيف والخريف والشتاء وربيع بين الأقسام هاي بنحط فاصلة الدهر مثلا يوم لك ويوم عليك بين هاي الأقسام شو بنحط فاصلة إذن اتفقنا أو هاي مراجعة سريعة لاستخدامات الفاصلة طبعا ننتقل إلى با لدينا هنا أركان الإسلام خمسة ما هي ما هي طبعا أركان الإسلام يا سادس نقول أركان الإسلام خمسة انتبهوا نضع نقطتان رأسيتان لأنني هنا أريد أن قسمتها لخمسة وبدي أفصل أو هون بدي أعدد أركان الإسلام فبدي أحكي الشهادتان طبعا وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت انتبهوا قلنا هنا أركان الإسلام خمسة وضعنا نقطتان رأسيتان لأنني هنا أريد أن أعدد أو أريد هنا أن قسمتها لخمسة وبدي أفصل أو بدي أعدد ولاحظوا هون كمان وضعي طبعا هون وضعت شو نقطتان رأسيتان عن التعداد أو التفصيل وانتبهوا وضعت بين الشهادتان وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة كلها وضعنا بينهم فاصلة لأنه اتفقنا الفاصلة نضحها بين أقسام الشيء وأنواع بين الأقسام الشهادتان وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بين هذه الأقسام قمنا بوضع الفاصلة ننتقل لأجيم وهي ما السؤال المناسب الذي تطرحه على زميلك إذا أردت معرفة مكان سكنه إذن ما السؤال اللي رح تطرحه على زميلك إذا أردت أنك تعرف مكان سكنه بتسأله أين تسكن؟ ماذا نضع علامة الترقيم هنا؟ علامة الاستفهام لأنني أنا هنا اتفقنا علامة الاستفهام هي توضع بعد السؤال عن شيء ما إذن أين تسكن؟ وضعنا هنا علامة الاستفهام لأني أريد طبعا إحنا علامة استفهام نضحها بعد السؤال عن شيء ما هكذا نكون انتهينا من الشرح وحل تدريبات من علامات الترقيم ترجمة نانسي قنقر